اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل تسجيل الدخول المحفوظ على تطبيقك الخاص ريتس سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها نأتي إلى الأسفل نضغط على هذه الأعلمة في الأسفل نأتي إلى نافذات الملف الشخصي في هذه النافذة الخاصة هنا ثم نأتي إلى الأعلى نضغط على هذه الأعلمة في الأعلى نأتي إلى نافذات الإعدادات في هذه النافذة الخاصة هنا نضغط على الخصول أو الحساب هنا نأتي إلى نافذة الحساب نأتي إلى الأعمال نضغط عليه ثم يأخذنا إلى النافذة الموالية هنا بعد ذلك سوف يقوم بأخذ نأتي إلى تسجيل الدقل المحفوظ يأخذنا إلى هذه نافذة نأتي إلى تسجيل الدقل المحفوظ نضغط على الأعمال بيضاء وهنا أصبحت باللون الأزرق يعني تم تفعيل تسجيل الدقل المحفوظ على تطبيقك الخاص وهنا نكون وقد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك والانتقل في فيديو اخر ان شاء الله